ترأس وزير صناعة وتجارة وسياحة صعدة السيد زايد بن راشد الزياني وفدى مملكة البحرين المشارك في اللقاء النقاشي لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع التجارة البينية بين دول الخليج العربية وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور نايف بن فلاح الحجرف وأصحاب المعالي وسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن جانب مملكة البحرين شارك في الاجتماع القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة وتجارة وسياحة إيمان أحمد الدوسري والوكيل المساعد لتجارة المحلية والخارجية شيخ حمد بن سلمان بن خليفة الخليفة وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الصعوبات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التجارة البينية لإيجاد الحلول المناسبة لها وسبل تعزيزها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر